بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى نستأنف دروسنا في مدة علوم القرآن الكريم واليوم موعدنا بإذن الله تعالى ونسأل الله التوفيق والسداد والإعانة حول أسباب نزول القرآن الكريم بداية القرآن الكريم منه آيات نزلت على سبب ومنه آيات لم تنزل دون ارتباط بسبب وهذا باب كبير في العلم باب أسباب النزول وقد ألف فيه جمع من الأمة منهم الإمام الإمام الواحيدي له كتابه الشهير أسباب النزول والإمام الصيوطي رضي الله عنه له كتاب لباب النقول في أسباب النزول وكذلك الإمام ابن حجر العسقلاني وغيرهم وغيرهم وقد كثرت المؤلفات في هذا العلم في عصرنا الحديث بداية لابد أن نضع تعريفا لسبب النزول نحن كما سمعتم منذ قليل أن آيات القرآن منها ما هو مرتبط بسبب ومنها ما ليس له ارتباط بسبب من الأسباب عندما تكلم العلماء في تعريف سبب النزول قالوا سبب النزول هو ما نزل بشأنه قرآن وقت وقوعه كحادثة أو سؤال يعني أمر ما حدث حادثة ما أو سؤال غرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عقب ذلك آيات من القرآن الكريم حادثة ما أو موقف ما فعله جمع من الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين فينزل على أسر هذا الحدث آيات من القرآن الكريم أو جماعة أو رجل أو امرأة تأتي أو يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الرسول الله سؤالا فيأتي القرآن ليجيب عن هذا السؤال مثل أول صورة المجادلة أو المجادلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته سؤال ونزل بعد ذلك نزل الصورة المجادلة ولا بد من هذا القيد ما نزل بشأنه قرآن وقت وقوعه يعني وقت وقوع هذا الحدث أو هذا السؤال أما إذا كان هناك مسافة زمنية طويلة شهور أو سنوات أو أكثر أو أقل فلا يعتبر هذا الحدث سببا لنزول الآيات إبقى قوله وقت وقوعه قيد لا بد منه لإخراج ما نزل من القرآن ابتداء من غير سبب وعلى سبيل المثال صورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل حادثة الفيل وقعت في السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صورة الفيل وقعت بعد تشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة فهناك ما يزيد عن أربعين سنة فهل يقال إن حادثة الفيل هي سبب نزول صورة الفيل لأنها أي الصورة لم تنزل عقب حادثة الفيل وإنما نزلت بعدها بسنوات ولذلك لا تعتبر حادثة الفيل سببا في نزول هذه الصورة الكريمة أيضا من الأمور المهمة جدا قد يسأل سائل ويقول ما طريق معرفة سبب النزول يعني هناك آية لها سبب نزول كيف أتعرف على سبب نزول هذه الآية أو هذه الآيات هل يجوز أننا ممكن أعمل فكري وأقول قد يكون سبب النزول هو كذا أو كذا أو كذا أم ماذا لا بد يا أيها الإخوة الكرام من الاعتماد في ذكر سبب النزول على رواية صحيحة طريق معرفة سبب النزول السماع والرواية عن الحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام فيما له حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم ولا مجال للرأي أو الاكتهاد في هذه القضية لا مجال للرأي أو الاكتهاد في هذه القضية كثير جدا من الناس ممكن يذكروا يعني أقوال في أسباب النزول وهذه الأقوال قد لا تكون صحيحة لا بد من أن تكون الرواية صحيحة وتكون هذه الرواية إما عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أم عن واحد من الصحابة ويكون المجال الذي يتكلمون فيه لا مجال للرأي فيه فلا يحل القول وهكذا يقول الإمام البخاء الإمام الواحد صاحب كتاب أسباب النزول يقول لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب وسبب النزول كما سمعتم وهنا شيء من التفصيل قاصر على أمري إما حادثة حدثت فينزل القرآن بشأنها مثال ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت وأنزر عشيرتك الأقربين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف فاكتمعوا عليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرجوا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا فقال فإني نزير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك إنما جمعتنا لهذا فقام وقام وانصرف فنزلت صورة تبت يد أبي لهب وتب إلى آخر الأمر الآخر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شيء فينزل القرآن ببيان حكم ما سئل عنه صلى الله عليه وسلم مثاله كما سمعنا في صورة المجادلة أو المجادلة كان من أمر خولة بنت سعلبة عندما ظاهر منها زوجها أو سبن الصامت فذهبت تشتكي من ذلك فعن عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت سعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونسرت له بطني يعني ولدت له حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت فما برحت حتى نزل سيدنا جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وزوجها هو أوس بن الصام وهذه الرواية أخرج الإمام بن ماجة والحاكم وصححها وهي رواية صحيحة إذن إما حادثة تحدث فينزل القرآن وإما سؤال يسأله أحد الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمثلة كثيرة جدا يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الروح يستفتونك إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات التي فيها إجابات عن أسئلة أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم أن هناك فرق بين الألفاظ المعبرة عن سبب النزول فهناك ألفاظ صريحة وهناك ألفاظ محتملة بمعنى أن يصرح الراوي بأن سبب نزول هذه الآية هو كذا فيقول سبب نزول الآية كذا وكذا أو يذكر حادثة أو سؤال ثم يعقب فيقول فنزل قوله كذا أو ونزلت أو فأوحى الله إلى نبيه أو فنزل جبريل على رسول الله بكذا خذ مثالا ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو الآية طبعا من سورة الأنعام جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فنزل قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم ووضح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا ليس مطلق الظلم وإنما هو الشرك واستشهد بقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فإذا قولوا عبد الله بن مسعود لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وقوله بعد ذلك عندما جاء الصحابة وقالوا وأينا لم يظلم نفسه فنزلت إن الشرك لظلم عظيم فبين أن سبب النزول هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أما الألفاظ المحتملة بأن يقول الراوي مثلا نزلت هذه الآية في كذا فهذا قد يراد به سبب النزول وقد يراد به أنه داخل في معنى الآية مثل ما جاء عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنزلت نساؤكم حرص لكم في إتيان النساء من الخلف وقول حزيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة يقول العلماء قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به طارة سبب النزول ويراد به أن هذا المعنى داخل في معنى الآية وإن لم يكن سبب مثال ذلك ما ذكره الإمام البخاري عن سيدنا عروة وهذا المثال معروف سيدنا عروة قال خاصم الزبير أو الزبير خاصم الزبير رجلا من الأنصار في أرض من الحرة كان هناك الزبير والزربير هذا قريب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان له قطعة أرض رجل جار من الأنصار جاء مع الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إلى رسول الله في الري أيهما يروي أرده قبل الآخر فقال النبي صلى الله عليه يروي عن يسقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاركا يعني إسء الأرض وبعد كده الماء تحول إلى جاركا الأنصاري فقال الأنصاري يا رسول الله إن كان ابن عمتك يعني أنت جاملت الزبير في هذا الحكم لأنه ابن عمتك فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إسقي يا زبير ثم حبس الماء حتى يرجع إلى الجدر بمعنى يعني في المرة الأولى سيدنا النبي قال له إسقي الأرض يعني إرويها بس المية لا ترتفع إلى الحدود إروي أرضك وبعد كده المية تذهب إلى جاركا فلما قال ذلك الرجل من أنصار هذا القول وتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي للزبير إسقي يا زبير ثم أحبس الماء يعني أشبع أرضك واجعل الماء يبلغ الجدر وترتوي الأرض جيدا ويحبس فيها الماء وهذا هو كان العدل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى حكم بما فيه سعى للتنين تفضل من الزبير على جاره ثم أرسل الماء إلى جاركا واستوع النبي للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري الأنصاري وكان أشار عليهما بأمر له ما فيه سعى قال الزبير وهذا هو موضع الشاهد فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك ما هذه الآيات التي نزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما هذه العبارة من الزبير هل تفيد بأن سبب نزول هذه الآية هو ما حدث من الزبير مع جاره الأنصاري لا العبارة ليست صريحة في ذلك وإنما يقول فما أحسب أو فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت فيه كذا يعني ما أظن إلا أن هذه الآيات نزلت في هذا الشأن هذه العبارة عبارة يسمونها العلماء يسمونها بالعبارة الاحتمالية احتمال أن هذه الحادثة سبب نزول الآية وإحتمال وإحتمال أن هذه الآية تنسحب على هذه القصة أو على هذه الحادثة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنتعرف على فوائد معرفة سبب النزول لأن كثير جدا من الآيات لا يمكن لا يمكن أن نقف على معناها الصحيح بدون معرفة سبب نزولها وخذ مثالا على ذلك قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تول فسم وجه الله لو جئنا إلى رجل وسألناه عن ما يستفيده من هذه الآية لقال يعني في أي جهة تتجه في صلاتك فصلاتك صحيحة ويعتمد على هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تول فسم وجه الله لكن هذا الكلام خاطئ لا يصح وينبغي أن تفهم الآية في ضوء سبب نزولها أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن في الدارين والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله